موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم مشاهدينا في نشرة الأقبار من قراءة عدن الفضائية ونسهل النشرة بأبرز العنوين موسيقى رئيس الجمهورية استقبلوا من عام مجلس التعاون الخليجي لمناقشة جهود استكمال تنفيذ اتفاق رياض والسعادة الدولة ونظامها الجمهوري موسيقى رئيس الوزراء طلعوا على الانتصارات في جبهة محافظة تعز ويشددوا على أهمية وحدة الصف الوطني في مواجهة المشروع الإيراني موسيقى قوات الجيش الوطني وألوية العمالقة تحقق تقدمات جديدة على امتداد مسرح العمليات العسكرية جنب محافظة مائب موسيقى موسيقى وضل الوان الصارع علي حسين الجرباني عقب حياة حافلة بالعطاء وخدمة وطنه ونوها فخامة الرئيس في برقية العذاب الأدوار والجهود الوطنية والنضالية التي جسدها الفقيد طوال مشوار حياته في سبيل خدمة الوطن وعبر فخامة الرئيس عن أحر التعازي وصادق المؤسال أسرة وذوي الفقيد مبتهلا إلى الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان استقبل فخامة الرئيس عبد الربو مصور هدي رئيس الجمهورية أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية دكتور ناف الحجرف حيث نقل أمين عام مجلس التعاون الخليجي لفخامة رئيس الجمهورية تحيات إخوانه قادة دول المجلس الذين أكدوا في قمتهم الأخيرا منعقدة في الرياضة على دعم الشرعية مثلة بفخامة رئيس الجمهورية عبد الربو مصور هدي والوقوف مع الشعب اليمني في أمنه واستقراره والحفاظ على اليمن واحدا مؤحدا وجرى خلال اللقاء مناقشة جهود الحثيثة المفذولة التي تقودها المملكة العربية السعودية لدعم الشرعية وفق المرجعيات ثلاث المبادرات الخالجية وأليات التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن 22-16 وجهود شرعية في استكمال تنفيذ اتفاق الرياض ومساهمة أطراف الاتفاق بتنفيذ كافة التزاماتهم تجاه الاتفاق بهدف تعزيز وحدة الصف للقوى الوطنية في المعركة المصرية لمواصلة الانتصارات الساحقة المحققة على الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران والقضايا على المشروع الإقلابي الحوثي واستكمال تحرير ما تبقى من المحافظات واستعادة الدولة مؤسساتها ونظامها الجمهوري ومواصلة الجهود الوطنية المخلصة لكافة أبناء اليمن الشرفاء بمساندة ودعم كبيرين من الأشقاء والأصدقاء لبناء دولة المؤسسات الحديثة القائمة على أسس العدالة والمساواة بين كافة أبنائها كما جرى مناقشة آخر التطورات والمسجدات على الساحة الوطنية والجهود الأممية والدولية لتحقيق السلام وتعزيز الأمن والاستقرار في اليمن ومستوى تنفيذ حزمة الإصلاحات التي مشانها المساهمة بتحقيق تطلعات الشعب اليمني وتطرق اللقاء إلى دعم مجلس التعاون لدول الخليج العربية للحكومة الأسيما في الجانب الاقتصادي من أجل المساهمة في تحسن العملة المحلية وتحسين الخدمات الأساسية وبالتالي تخفيف معانات مختلف فئات وشرائح المجتمع من أبناء الشعب اليمني في عموم محافظات الجمهورية تلك المعانات التي أفرزتها حرب وجرائم ممارسات وانتهاكات ميليشي الحوثي الإيرانية بحق اليمنيين إضافة إلى ضرورة وضع حد لمواصلة الاعتداءات الحوثية الآثمة التي تستادف العيان المدنية والمناطق الأهلة بالسكان في أراضي المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وأشهد فخامة الرئيس هادي بمواقف الأشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي المسايندة لليمن بمختلف الظروف في ظل الأوضاع الصعبة الرهنة التي تعيشها البلاد جراء استمرار الانقلاب والحرب التي أشعلتها الميليشي الحوثية الانقلابية الذين يواصلون إهدار فرص السلام الواحدة تلو الأخرى بل واستمرار التصعيد للميليشي الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران التي تحاول فرض تجربة الإيرانية على الشعب اليمني بالقوة وهي مرفوضة قيادة وشعبا وهي تجربة فاشلة جعلت من إيران منبوذة من جميع دول العالم وأكد أن ما تقوم به ميليشي الحوثي من تصعيد وعمال عدائية باستدافات إرهابية إجرامية في المنطقة أمر مرفوض ومثمنا حرص الأشقاء على تحقيق الاستقرار بمختلف قطاعات ومجالات الحياة والعكاس أثار ذلك بشكل ملموس على حياة اليمنيين وأعرب فخامته عن تطلعه لتقديم الأشقاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية المزيدة من الدعم الاقتصادي العاجل للحكومة للإسهام في تواصل التحسن على مستوى العملة المحلية واستقرار أسعار السلع المختلفة وتعزيز توفير الخدمات الأساسية وتجاوز الأوضاع الراهنة مجددا أتأكيد على أهمية جهود الأشقاء في سبيل استكمال تنفيذ اتفاق الرياض وأهمية حرص الجميع واستشعارهم بالمسؤولية تجاه هذا الاتفاق لتعزيز الصف الوطني على طريق الخلاص من المشروع الانقلابي الحوثي الإيراني والخروج بالوطني إلى بر الأمن من جانبه جدد أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية دكتور نايف الحجرف التأكيد على مواصلة تقديم الدعم اللازم لليمن حكومة وشعبا في مختلف المجالات خصوصا الحيوية لخدمة مصالح أبناء الشعب اليمني مؤكدا أهمية تضافر جهود جميع الأطراف لاستكمال تنفيذ اتفاق الرياض بعث نائب رئيس الجمهورية الفريق ركن علي محصص صالح برقية عزان واسا في وفاة المناظر اللواء نصار علي حسين الجرباني الذي وفاة المنية بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وأشهد نائب الرئيس في البرقية التي بعثا إلى أبناء الفقيد بمناقبه وأدواره المشهودة الحافلة بالعطاء الوطني والنضالي وخدمة الجمهورية وعبر نائب رئيس الجمهورية عن أصدق التعازي والمواساة لأسرة وأقارب الفقيد سائلا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان بعث رئيس مجلس الوزراء دكتور معين عبد الملك برقية عزائنا مواساة في وفاة المناظر للواء نصار علي حسين الجرباني الذي وفاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني ونوه رئيس الوزراء في برقية وجهها إلى أبناء الفقيد بمناقبه وأدواره الوطنية والنضالية معاربا عن حر التعازي والمؤساة لأسرة وأقارب ومحبي ورفاق الفقيد سائلا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان التقى رئيس الوزراء دكتور معين عبد الملك في العاصمة المؤقتة عدن سفير مملكة هولندا لدى اليمن بيتر دريك هوب جرى خلال اللقاء بحث مستجدات الوضع على الساحة اليمنية والضغط الدولي المطروب لوقف انتهاكات ميليشيا الحوثي ضد المدنيين والنازحين وسدافها المتكرر للأعيان المدنية في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة واعتداءاتها وعرقلتها للعمل الإغاثي والإنساني واستمرار الميليشيا في التلاعب بملف خزان صافر النفطي ونوه رئيس الوزراء بالدعم الهولندي الكبير المقدم لليمن خاصة في الجانب الإنساني والتنموي وحرص الحكومة على تعزيز العلاقات المشتركة بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات مشيرا إلى جهود كبيرة التي تبدلها الحكومة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتخفيف معاناة الشعب اليمني والدعم الدولي المطروب لإسناد هذه الجهود من جانبه أكد السفير الهولندي على إيلاء بلاده أهمية كبيرة للعلاقات الثنائية مع اليمن واهتمامها بدعم جهود الحكومة في الجانب الاقتصادي والتنموي إضافة إلى الوضع الإنساني مشيرا إلى الحرص على الشراكة والعمل مع الحكومة في كافة التدخلات والمشاريع الإنسانية والتنموية ثمنا رئيس الوزراء دكتور معين عبد الملك التدخلات النوعية والمؤثرة للبرامج السعودي لتنمية وعمار اليمن في المجالات الحيوية ذات الصلة بحياة ومعيشة المواطنين والدور المعول عليه في استمرار هذا التدخل حتى يتم استعادة الاستقرار والنمو الاقتصادي ما يساعد على إعطاء أمل لليمنيين في المستقبل وعبر رئيس الوزراء خلال لقائه في العاصمة المؤقتة عدن مدير البرامج السعودي لتنمية وعمار اليمن مكتب عدن المهندس أحمد مدخلي عن تقدير اليمن قيادة حكومة وشعبا للأشقاء في السعودية على مد يد آياد الدعم لليمن في كل الظروف والأحوال وموقفها التاريخي في معركة العرب المصرية ضد مشروع إيران الدموي في اليمن منويها بالآثار الإيجابية لمشاريع البرامج السعودي لتنمية وعمار اليمن في عدد من المجالات التي لمس ثمارها اليمنيون على امتداد الوطن خاصة في جانب الاقتصادي والتنموي والخدمي وأشار الدكتور معين عبد الملك لأن الوديعة السعودية ومنحة المشتقات النفطية وغيرها من المشاريع ساهمت بشكل فاعل في إسناد جهود الحكومة لتخفيف حدة الأوضاع الإنسانية ولها الأثر البالغ في عدم وصول الوضع إلى كارثة كبيرة مؤكدا أن مشاريع البرامج السعودي في اليمن حققت نقلة حقيقية وبشكل عملي من الإغاثة إلى التنمية من خلال مشاريع نوعية في القطاعات الخدمية والبنية التحتية ووجه رئيس الوزراء الوزارات والجهات الحكومية بتذليل أي صعوبات تواجه تنفيذ المشاريع والعمل بشكل تكاملي مع البرامج السعودي لتنمية وعمار اليمن على تحديد مجالات تدخلات جديدة باركا حزمة المشاريع الحاوية التي أطلقها البرامج مؤخرا وبينها يعادة تأهيل عقبة هيجة العبد وتمثل مرحلة الأولى للطريق الشرياني والمنفذ الوحيد لمدينة تعز قدم مدير مكتب البرامج السعودي في عدن تقريرا حول المشاريع التي نفذها البرامج التي بلغت 204 مشاريع ومبادرة تنموية في مختلف المحافظات اليمنية خدمة للمواطن اليمني تركزت في سبع قطاعات أساسية خدمية أبرزها التعليم والصحة والمياه والطاقة والنقل والطرق والزراعة والثروة السمكية إضافة إلى بناء قدرات المؤسسات الحكومية والبرامج التنموية الأخرى وأوضح المدخل أن البرامج نفذ 26 مشروعا في مجال الطاقة بما في ذلك تزيد 80 محطة توليد كهرباء بالمشتقات النفطية وتقديم مولدات كهربائية وإنارة الشوارع وكذا 32 مشروعا ومبادرة في قطاع المياه مشيرا إلى تنفيذ 22 مشروعا مبادرة في القطاع الصحي بينها تجهيز مستشفى عدن وإنشاء مدينة الملك سلمان الطبية في المهرة إضافة إلى 36 مشروعا في قطاع النقل بينها تطوير وتأهيل ثلاث مطارات ثلاثة مطارات وإعادة تأهيل المنافذ والطرق الرئيسة أشهد رئيس الوزراء الدكتور معين عبد الملك بالانتصارات التي يحققها الأبطال في جبهة محافظة تعز بتوازي مع التقدم الميداني المتسارع لقوات العمالق والجيش الوطني والمقاومة الشعبية ورجال القبائل في مأرب وغيرها بعد استكمال تحرير محافظة شبوة من الملشات الحوثية المدعومة إيرانيا ولفت رئيس الوزراء إلى أن هذه الانتصارات الكبرى بإسناد أخوي من الأشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية ومشاركة دولة الإمارات العربية المتحدة والالتفاف الشعبي ووحدة الصف الوطني في مواجهة خطر المشروع الإيراني من شأنها التسريع باستكمال السعادة الدولة وإنهاء الانقلاب والحفاظ على هوية اليمن العربية جاء ذلك خلال طلاع رئيس الوزراء من محافظة تعز نبيل شمسان على سير العمليات العسكرية شرق وغرب تعز وتحرير مناطق استراتيجية من سيطرات ملشة الحوثي مؤكدا إسناد الحكومة للأبطال حتى استكمال تحرير محافظة تعز ورفع الحصار المفروض عليها من قبل ملشة الحوثي كما اطلع رئيس الوزراء على تقرير شامل حول مختلف الأوضاع في المحافظة في الجوانب الخدمية والاقتصادية والأمنية واجه سلطة المحلية بمضاعفة الجهود للتعامل مع التحديات القائمة وفق الأولويات العجلة بعث رئيس مجلس الشورى دكتور أحمد عبيد بن دغر برقية عزاء نمواسا بوفاة الشخصية الوطنية والبرلماني السافق زكي محمد خليفة الذي انتقل إلى رحمة ربه بعد حياة حافلة بالعطاء المتميز وقال الدكتور بن دغر في البرقية التي بعثها لأبنائه وكل أفراد أسرته لكافة آل خليفة ولأصدقاء الزكي خليفة ومحبيه لقد كان صوتا وطنيا ومنافحا عن الحق ومناصرا للعدالة وإرثا لتاريخ النضالي لآل خليفة في عدن فوالده مجاهد كبير ومنه تشرب روح الانتماء للوطن لليمن الكبير تغمد الله روحه بواسع رحمته وأسكنه فسيح جنته بحث وزير الخارجية وشؤون المغتربين دكتور أحمد عوض بن مبارك مع أمين عام مجلس التعاون الخليجي الدكتور نايف الحجرف عبر تقنية الاتصال المرئي آخر مستجدات الأوضاع على الساحة المحلية والإقليمية بالإضافة إلى تنسيق المواقف وجهة النظر في مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك وخلال اللقاء استعرض الدكتور بن مبارك الانتصارات الميدانية التي تحققت بدعم وأسناد من التحارف العربي في مختلف الجبهات خصوصا في محافظتي الشبوة ومأرب ونوها بضرورة التحارك التنسيق أمام المحافل الدولية والإقليمية لفضح جرائم الميليشة الحوثية المدعومة من إيران وتعنتها في رفض مبادرات السلام وستمرارها في التصعيد وتعميق معاناة اليمنيين والسماح لإيران لجعل الأراضي اليمنية منصة لاستداف دول الجوار وزعزعة أمن واستقرار المنطقة وممرات الملاحة الدولية مشددا على أهمية اتخاذ المجتمع الدولي جراءات حازمة تجاه هذا السلوك العدواني وتصليف الميليشات كجماعات إرهابية حتى تذعن إلى السلام والجلوس على طاولة الحوار وفقا للمرجعيات الثلاث المتفق عليها وطنيا وإقليميا ودوليا كما أشار بالمبارك الأهمية دعم مجلس التعاون الخريجي لجهود الحكومة وتقديم دعم اقتصادي عاجل مؤكدا أن الاستقرار الاقتصادي واستعادة مسار التنمية هو المدخل الأساس لمعالجة الأزمة الإنسانية وتحسين خدمات المواطنين من جانبها كده الأمين العام دكتور الحجرف على موقف المجلس الثابت تجاه اليمن ووحدته وأمنه واستقراره ودعمه للشرعية الدستورية المثلة بفخامة الرئيس عبد الربو مصور هادي ولجهود المبذولة لتحقيق السلام وفقا للمرجعيات الثلاث المتفقي عليها كما أكد على أهمية تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته تجاه السلوك العدواني للميليشيا الحوثية الإرهابية تجاه الشعب اليمني ودول الجوار الجغرافي وتهديدها لأمن وسلامة المنطقة وأمن الملاحة العالمية رحبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بطلب المملكة العربية السعودية للترشيح مدينة الرياض لصدافة كسبو عشرين ثلاثين وتعبر عن كامل دعمها لجهود المملكة في هذا الصدد أكدت الوزارة ثقتها بقدرة المملكة في تنظيم وإدارة المعرض وتقديم نسخة الاستثنائية لهذا الحدث العالمي الهام الذي يتواكب مع رؤيتها الطموحة عشرين ثلاثين ومثل فرصة الإبراز ما تزخر به المملكة من كنوز ثقافية وأثرية إضافة إلى موصلة إليه من تطور علمي وإبداعات تكنولوجية كما يمثل فرصة الاستكشاف فرص الاستثمارات المختلفة وتحقيق الهداف المشتركة بين الدول المشاركة بحث وزير النقل دكتور عبد السلام حميد بالعاصمة المؤقتة عدن مع السفير الهولندي لدى اليمن بيتر دريك هوب أوجه التعاون الثنائي بين البلدين وطبيعة التدخلات المطلوبة لإنعاش قطاعات النقل وثمن وزير النقل زيارة سفير مملكة هولندا للعاصمة المؤقتة عدن مؤكدا على أهمية دعم قطاع النقل المختلفة وخلق تنمية مستدامة وخاصة في ميناء عدن الدولي المنفذ الرئيس والهام لتدفق السلاع والخدمات التجارية والمواد الإغاثية والدعم الإنساني لليمن أكد الوزير حميد حرص الوزارة على حل المشكلات وصعوبات التي تواجه نشاط الميناء سواء المتعلقة برفع القدرات من خلال رفض الميناء بالمعدات والمعدات والآليات التي تسهم بسرعة الشحن والتفريغ والتحديات التي أفرزتها الحرب التي شنتها الميليشيات الحوثية من جانبه أبدى السفير الهولندي السعداد بلادي لتقديم الدعم والعون لمساندة جهود الحكومة في معالجة الأوضاع الإنسانية تفقد وزير الصحة العام وسكان دكتور قاسم بحي بحب العاصمة المؤقتة عدن سير الدراسة في معهد الدكتور أمير ناشر العالي للعلوم الصحية واستمع الوزير من عميد المعهد الدكتور نجيب الحميقاني لشرح عن إسامات المعهد في رفض القطاع الصحي بالكوادر الفنية والمهنية ذات التخصصات النوعية وأشهد وزير الصحة بدور المعهد في رفض منظومة العمل الصحي بالكوادر المؤهلة التي ساهمت في تطوير الأداء في القطاع الصحي داعيا إلى التكاتف والعمل لتوحيد العمل المهني المنظم والسير باتجاه تعزيز قدرات وكفاءة المعهد ورفع مهاراته التدريبية المختلفة زار المفتش العام للقوات المسلحة للواء الركن عادل القميري هيئة الإسناد اللوجستي ودوائرها في إطار تنفيذ إجراءات التفتيش على هيئة ودوائر وزارة الدفاع والقوى والمناطق العسكرية وناقش القميري مع قيادة هيئة الإسناد اللوجستي ومدراء دوائر الإسناد الإجراءات والمتطلبات الأساسية للتفتيش وتحديدا ما يتعلق بالهاكل التنظيمية ومدر ارتباطها بالمهام الأساسية للدوائر بالإضافة إلى اللائحة الداخلية والنظام الإداري وكذل جاهزية القتالية والفنية ومراجعة وتقسيم الخطط السنوية أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن مقتل عشرات العناصر الحوثية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية وقال التحالف بيان نقلت وكالة الأنباء السعودية واس إنه تم تنفيذ 31 عملية السداف ضد الميليشيات الحوثية في محافظات مأرب وتعز والبيضاء خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية وأشار إلى أن السدافات أدت إلى مقتل أكثر من 160 عنصرا حوثيا وتدمير 22 ألية عسكرية وتدمير 22 ألية عسكرية هذا وكثف التحالف من عملياته العسكرية مؤخرا ضد ميليشيات الحوثي بالتزامن مع تصاعد العمليات الحوثية الإرهابية التي استهدفت المدنيين في المملكة العربية السعودية والإمارات حققت قوات الجيش الوطني تقدمات جديدة على امتداد مسرح العمليات العسكرية جنوب محافظة مارب وذكر المركز الإعلامي للقوات المسلحة أن قوات الجيش والعمالقة يواصلون التقدم في جميع المحاول القتالية جنوب محافظة مارب وسط انهيار واسع وخسائر فادحة في الصفوف الميليشيات الحوثية إلى ذلك أفادت مصادر عسكرية باقتراب قوات الجيش والعمالقة من مدرية الجوبة في محافظة مارب وأشارت المصادر إلى أن القوات تقدمت في طريقها لتحرير المدرية عقب تحرير حريب والسيطرة على عقبة ملعى وقطع الطريق الواصلة إلى الجوبة هذا وكانت قوات الجيش والوية العمالقة مسنودة بطهران تحالف دعم الشرعية تمكنت من تحقيق تقدم متسارع في أولى مناطق مدرية العبدية جنوب محافظة مارب وقالت مصادر عسكرية أن قوات الجيش والعمالقة تمكنت من تحرير منطقتين الجوفرة وحيدور في مدرية العبدية جنوب مارب بالكامل الواقعتين على الحدود الجنوبية الغربية لمدرية حريب وأكدت المصادر أن قوات الجيش والعمالقة تخوض مواجهة عنيفة ضد ملشاة الحوثي في عقبة أبلح الرابط بين مدرية حريب ومركز مدرية العبدية بمارب لقي العشرات من عناصر ملشاة الحوثية مصرعهم وجرح آخرون بنيراني أبطال الجيش في معارك عنيفة شمالي محافظة الجوف وأكد قائد المحور الشمالي العميد هادي حمران الجعيدي أن المعارك التي خاضها الجيش الوطني تمكن خلالها من كسر محاولة وجوم للملشاة الحوثية على مواقع نعاض التابعة لمدرية برط العنان وأضاف أن العشرات من عناصر الملشاة سقطوا بين قتيلا وجريحا وأسير فيما لذا من تبقى منهم بالفرار تحت ضربات المدفعية ونيراني أبطال الجيش الوطني أفادت مصادر عسكرية بتمكن قوات الجيش الوطني والمقاومة من السيطرة على مواقع جديدة في شرف العنين بمدرية جبل حبشي بالريف الغربي لمدينة تعز أكدت المصادر سيطرة الجيش والمقاومة على مواقع الصفراء والجبيرية والقاعدة بمنطقة شرف العنين بجبل حبشي المطلة على منطقتين هجدة والرمادة التي يمر عبرهما الخط الرابط بين تعز والحديدة بعد مواجهة عنيفة مع عناصر ميليشيا الحوثي وأضافت المصادر أن قوات الجيش بأتت تسيطر ناريا على موقعي المشبك الغربي والقاحف ومنطقتين هجدة والرمادة في محاولة منها لقطع خط تعز الحديدة بعد السيطرة عليهما وأكدت المصادر أن قوات الجيش سيطرت على جبل الحطوب بمنطقة الحددين آخر مناطق مدرية جبل حبشي والمتاخمة لمدرية مقبنة لقي خمسة من عناصر الميليشيا الحوثية مصرعهم وجرح آخرون عند محاولتهم تنفيذ عملية تسلل في قطاع الثوخب شمال شرق مدرية الحشاء بمحافظة الضالح وذكرت مصادر عسكرية ميدانية بأن القوات المشاركة والمقاومة في قطاع الثوخب باغتت عناصر حوثية متسللة عند وصولهم نقطة للسيداف بشكل مباشر ليسقط على إثره ما يزيد عن عشرة من عناصر الميليشيا بين قتيل وجريح وفرار من تبقى منهم نحو مواقعهم السابقة وكانت الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران قد حاولت التسلل بتجاه المواقع المتقدمة في شعب أحمد وحبيل ناجي وسط قطاع الثوخب إلا أنها تلقت ردا قاسيا كبدها خسائر في الأرواح وعادت على الفور وقع مركز الملك سلمال الإغاثة والأعمال الإنسانية اتفاقية تعاون مشاركة مع منظمة الأمم المتحدة للطفالة يونسف لتوفير الخدمات الصحية الأساسية للأمهات والأطفال الحديثي الولادة وفقا لخطة الاستجابة الإنسانية لليمن بقيمة عشرة ملايين دولار وقع الاتفاقية المستشار بالدوان الملكي المشرف العام على المركز الدكتور عبدالله ربيع والمديرة التنفيذية للمنظمة هيريتا فور وسيجري بموجب الاتفاقية توفير الخدمات الصحية الأساسية المجانية لطوارئ التوليد للأمهات وخدمات العناية المتقدمة لحديثي الولادة ورفع جاهزية القطاع الصحي اليمني بالتجهزات الطبية وذلك للعناية بحديثي الولادة وتوطين استدامة تقديم الخدمات الصحية للأمهات والأطفال وتدريب وتأهيل 156 قابل لطوارئ التوليد والعناية الطارية تأتي الاتفاقية في إطار المشاريع الإنسانية والإغاثية التي تنفذها المملكة عبر المركز بشراكة مع منظمة اليونسف للنهوض بالقطاع الصحي اليمني والعناية بصحة فئة الأطفال والأمهات في اليمن في جميع المحافظات زار سفير المملكة المتحدة لدى اليمن رتشارد أوبنهايم مصلحة خفر السواحل اليمنية في العاصمة المؤقتة عدن وطلع السفير أوبنهايم من وكيل المصلحة لشؤون القطاعات العميد مسعد علي أسعد ومدير عام المصلحة بقطاع خليج عدن العميد عبدالراب عمر الصالح على المشاريع التي يتم تنفيذها في مجال البنية التحتية كمشروع مرسى الزوارق البحرية ومبنى المصلحة والورشة الفنية وكذا الزوارق التي تم إعادة صيانتها بتمويل من الدول المانحة أما الآن مشاهدين الكرام نأتي إلى حالة الطقس ودرجات الحرار خلال الأربع والعشرين ساعة القادمة بمشاءة الله تعالى اشتركوا في القناة 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 في نهاية النشرة نعود للتذكير بأبرز العنوين اشتركوا في القناة قوات الجيش الوطني والوية العمالقة تحقق تقدمات جديدة على امتداد مسرح العمليات العسكرية جنوب محافظة مارك وفي ختام النشرة لكم ماطيب التحايا من طاقة مهدي النشرة إلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة